مشاهدين فشل حزب الله حتى اليوم بإيقاف الاختراقات الإسرائيلية التي ساهمت بقتل عشرات القادة ومئات المقاتلين منذ بدء الحرب سبق لزعيم حزب الله حسن نصر الله أن حذر مقاتليه من خطورة هواتفهم وطلب منهم التوقف عن استخدامها فعاد بهم عدة عقود من الزمن لاستخدام تكنولوجيا بداية للتواصل فيما بينهم لكن إسرائيل لم تتوقف فجأة وبدون سابق إنذار انفجرت ألاف أجهزة التواصل بين أيدي عناصر حزب الله أينما كانوا منتشرين سواء في لبنان أو حتى في سوريا فكيف تم ذلك الاختراق؟ مصادر الحدث كشفت أن حزب الله يستخدم جهاز البيجر لنقل الرسائل القصيرة بين مقاتليه خصوصا بعد اختراق الكثير من هواتف قياداته ويستخدم الحزب جيلين من هذه الأجهزة لكن المفاجأة أن الجيل الثاني منها لم ينفجر فيما انفجر الجزء أو الجيل الأول رغم أن كلاهما يتصلان على نفس الشبكة وكشفت مصادر الحدث أيضا أن بعض العناصر شعروا بحرارة عالية من الجهاز الذي كانوا يحملونه بغالبيتهم وسمعوا صوت رنين عال جدا لينفجر الجهاز خلال لحظات العملية التي أدخلت حزب الله في متاهة التكهنات حول حجم الاختراق الذي وصلته إسرائيل كشفت عن حجم العجز لدى الأجهزة الطبية والإسعافية في التعامل مع هكذا حوادث إذ بقي العشرات من المصابين مرميين في الشوارع لساعات بسبب عدم قدرة الأجهزة الطبية على التعامل مع العدد الكبير الذي وصل لثلاثة ألاف بحسب إعلام لبناني رسمي وغير رسمي لم يسلم سفير إيران في بيروت مجتبى أماني أيضا من هذه الاختراقات إذ أعلنت وكالة مهر الإيرانية لتليها سفارة طهران في بيروت عن إصابته جراء انفجار جهاز بيجر كان بالقرب منهم